بسم الله الرحمن الرحيم لقاء السبت وكل سبت بإذن الله كتير قوي بيسألوني بعد ما ناخد الهلاج الفيروس سي بدون إبرة وقائية إيه هي الإبرة الوقائية؟ هل هو الفيروس سي بتحول لبي؟ هذه الحقيقة لابد أن ندرك الواقع أولا يجب أن نعلم تماما أن هذه الإبرة فكسين ضد الإصابة بالفيروس الكابي دي بي وكما نعلم تماما أن الوقاية خير من العلاق ولابد أن نعلم أنه في علاقة بين الفيروس الكابي دي سي والفيروس الكابي دي بي قد يكون مجتمعين ولكن هذا بدرجة بسيطة ونادرة إنما في الغالب إذا اجتمع الفيروس الكابي دي سي والفيروس الكابي دي بي هنقول لكم مثل بسيط جداً زي القطة والفار إن وجد القطة مش هتلاقي فران الفيروس الكابي دي سي هو القط والفيروس الكابي دي بي هو الفار فإن وجد الفيروس الكابي دي سي ما بنلاقيش الفيروس الكابي دي بي ولكن قد يوجد ولكنه بيبقى كاشش مش قادر يتكلم وعشان كده نابد إن احنا نعمل التحليل قبل ما نبدأ العلاج الفيروس الكابي دي سي ما هو التحليل بنعمل الـ HB SAG وبنعمل الـ HBCAB فإن كان الـ HB SAG وهو الفقر أيابي وبنتابعه لأن بعد ما نعالج الفيروس C ويختفي نكد ظهور الفقران أي نشاط الفيروس الكابي دي بي وفي الحالة دي إن احنا لابد أن نراقب في أثناء العلاك نشاط الفيروس الكابي دي بي في أثناء العلاك وما بعد العلاك في الفترة المحددة للمتابعة ولكن إذا كان الفيروس الكابي دي سيرفز ده الفقر مش موجود ولكن ولكن بنلاقي الكور بتاعه إيجابي أي أنه مختبئ وأن الكور موجود ففي الحالة دي إن احنا لابد أن نتابع نشاط الفيروس الكابي دي بي في أثناء إعلاج الفيروس الكابي دي سي وما بعد الشفاء منه وفي أثناء فترة المتابعة وإذا خدنا الطعم الواقي للفيروس الكابي دي بي ليس له أضرار وقطعا بدون شك مش يكون له الفوائد الكبيرة ولكن على الأقل ملهوش الأضرار فإحنا في هذه الحالة إذا أخدنا الطعم الواقي كان ذلك أفضل أما إذا ما كانش السيرفس اللي هو الفقر موجود ولا المختبئ موجود في الحالة دي لا وجودة للفقران ولا يوجد إلا القطط فإذا عالجنا الفيروس الكابي دي سي لا نخاف من نشاط الفيروس الكابي دي بي ولكن المثل قائل أن الوقاية خير المعلق فإذا أخذنا الطعم الواقي فهذه وقايا والله أعلم بما يريد وبما يتم والله الشافي وشكرا لكم